موسيقى أسعد الله صباحكم مشاهدنا الأفاضل نرحب بكم في معرض الصحافة لنهار اليوم السبت الثلاث عشر جوان الموافق لسادس والعشرين الشعبان 1436 هجرية ونبدأ جولتنا عبر الصحف بجريدة الشروق اليومي التي تناولت موضوع قفة رمضان المبارك لهذا العام وكتبت عن تخلف الكثير من بلدية العاصمة عن تمكين المواطنين المعوزين من قفة رمضان قبل حلول الشهر الكريم فبرغم التعليمة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية للبلديات وذلك بتوزيع القفة المذكورة في 15 يوما قبل دخول رمضان المعظم والتسريع في إجراءاتها وجعل الإعانة عبارة عن قفة تضم مواد استهلاكية أساسية بدلا من منحهم صكا أو حوال بردية مثل ما جرت عليه العادة السنوات الفارطة ننتقل إلى ما تناولته جريدة المحور لنهار اليوم حيث كتبت مقالا يخص التربية والتعليم بعنوان بعد أن قررت الوزيرة انتهاجهما خلال الموسم القادم الأساتذة يدعون بن غبريت إلى إلغاء البطاقة التركيبية والدورة الثانية للباك حيث دعا أساتذة قطاع التربية الوزيرة نورية بن غبريت بالإعراض عن فكرة العمل بالبطاقة التركيبية والدورة الثانية للباكالوريا خلال السنة القادمة واستبدالهما بمشروع إجراء الامتحان في جزئين على غرار ما يحدث في البلدان المتقدمة وطالبت النقابة المستقلة لعمل التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية بضرورة العودة إلى العمل بنظام الست سنوات للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط وإعادة النظر في برامج سنة الرابعة ابتدائي وحث ما لا يتوافق مع قدرات التلميذ وتخفيفه ما أمكن ذلك والاكتفاء بدورة واحدة لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي في موضوع آخر وفي صحيفة أخرى فجاردة البلاد عنوانت الفريق جايد صالح يقول نحن بالميصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر حيث قام الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يومي 11 و12 جوان 2015 بزيارة عمل وتفقد وتبتيش إلى ناحية العسكرية الثالثة ببشار استهلها بلقاء جمعه بقيادات وإطارات وأفراد ناحية العسكرية الثالثة حيث ألقى كلمة توجهية بثت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد إلى جميع وحدات الناحية أكد في بدايتها على المهام الدستورية التي يتشرف الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بأدائها حرصا منه على تمتين داعائم قدراتنا العسكرية وعلى استنهاض أدائنا الرادعة لتكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني كما حث الجميع على الكثير من الاحتراس والمزيد من اليقظة والعمل المتفاني والمثمر في جميع المجالات ذات الصلاب البقاء على أهبة الاستعداد والجاهزية القصوى ننتقل وإياكم إلى أهم ما تناولته الصحف العربية فالقدس العربي كتبت مقالا تحليليا بعنوان ليبيا مسلحون يخطفون عشرة موظفين في القنصلية التونسية في طرابلس وكتبت خطف مسلحون الجمعة عشرة موظفين في القنصلية العامة التونسية في العاصمة الليبية طرابلس وفق ما أعلنت عنه الحكومة التونسية وأوردت رئاسة الحكومة التونسية في بيان أنه إثر اختحام عناصر إحدى كتائب المسلحة الليبية بطرابلس مقر القنصلية العامة بطرابلس واختطافها عشرة من موظف البعثة تشكلت خلية أزمة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والداخلية والخارجية لمتابعة تطورات الحادثة والقيام بكل ما يجب القيام به للإفراج عن أفراد طاقم البعثة التونسية في أسرع وقت ممكن لزمان سلامتهم الجسدية ولم تحدد الحكومة هوية مقتحمي القنصلية التونسية في طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تسمى بفجر ليبيا من ناحيتها قالت وزارة الخارجية أنها تتابع كافة أجهزة الدولة بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة بتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية قصد التواصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية الحياة اللندنية تناولت خبر نقل جثمان الراحل طارق عزيز إلى العاصمة الأردنية عمان وكتبت أعلن مصدر في الخطوط الملكية الأردنية أن جثمان وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز وضع مساء أمس الجمعة على متن طائرة تابعة لشركة متجهة في رحلة عادية من بغداد إلى عمان بعد أسبوع على وفاته ونقلت جريدة الحياة تصريحا لأحد مصادرها لم يسمح بذكر اسمه الذي أكد أن طاقم الطائرة ينتظر جثمان الخميس الماضي لكنه تلقى الأمر بالإقلاع من مطار بغداد من دون الجثمان وبحسب وسائل إعلام عربية فإن مجموعة المسلحة خطفت جثمان عزيز أثناء وجوده في مطار بغداد لكن تعذر التحقق من صحة هذه الرواية من السلطات العراقية أو من عائلة الراحل المقيمة في العاصمة الأردنية عمان بهذا ننهي معرض الصحافة لنهار اليوم نشكر لكم طيباء المتابعة والإصغاء دمتم فرعة الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة